بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قلنا وقد تكلمنا عن قضية إني دعوت قومي ليلا ونهارا ومنهم من قال أن ليلا ونهارا أي أنه سرا وعلانية على اعتبار الليل إشارة إلى السر والنهار إشارة إلى العلانية لكن حقيقة الظاهر أولى بالأخذ وهو أنه الليل والنهار لأنه قد ذكر السر والعلانية فيما بعد فما الحاجة إلى أن تكون هذه كناية عن الإسرار والإعلان إذا ذكر ذلك الإسرار والإعلان فيما بعد فذلك حمله على الحقيقة يكون أولى أنه دعا قومه ليلا ونهارا أي أنه لم يترك قدا من أمر الدعوة إلا واتخذه سبيلا في دعوته عليه السلام قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نحن قلنا أنه دعاء سيدنا نوح عليه السلام ما كان سببا لفرارهم إمام الرازي رحمه الله يقول كلاما جميلا يقول يجب أن يعلم الخلق أن كل شيء يجري بقدر الله وبتقديره لذلك قال تجد اثنان يجلسان في مجلس واحد ويسمعان الآيات ويسمعان النصح فيخرج أحدهما خاشع قلبه ويخرج الآخر مستنكرا للكلام معرضا عنه والكلام نفس الكلام والمجلس نفس المجلس والآيات هي نفس الآيات ولكن سبحان الله قضاء الله وقدر الله في هذان الشخصان لا شك أنه كان قدرا مسبقا وعلما مسبقا في أنه هذا سيزداد إيمانا وهذا سيزداد طغيانا ولذلك قال كل يجري بقدر الله وقضائه قال فلن يزدهم دعائي إلا فرارا وهذا حقيقة يعني قضية أنه زيادة الدعاء للفرار أو جعل الفرار إشارة إلى الدعاء كما قلنا هذا السلوب تستعمله العرب كما قال صالح على سيدنا صالح عليه السلام لقومه فقال فما تزيدونني أي بكلامكم هذا الذي كان يدعونه والرد عليه قال فما تزيدونني غير تخسير حقيقة هو ليس دعوتهم فيما يدعونه إليه يكون تخسيرا لكن أنه هكذا بناء الأمر على هذا المعنى على أنه كلما دعاهم نوح عليه السلام بالدعوة إلى الله ليبين لهم رحمته وعظمته ويخوفهم عقابه وعذابه كانوا يزدادون فرارا وهنا كما قال بعض أهل التفسير قالوا إنما جاءت هذه المبالغة أي أنه ليس فقط لم يستجيبوا كما قال الآلوسي بل ذهب القاسم قال أنهم ازدادوا فرارا أي أنه جعل هناك في الجواب أمران أي أنهم لم يستجيبوا وإنما فروا عندما سمعوا ذلك أي ابتعدوا عنه ليس فقط أنهم لم يستجيبوا أي أن هناك فرق بين أنه يسمعون الآيات ولا يستجيبون هناك فرق بين أنه يسمعون الآيات فلا يستجيبوا ثم يفروا عن المكان الذي فيه نوح عليه السلام قالوا ذكر أهل التفسير قالوا كان الرجل فيهم من قوم منوح يأتي بابنه الصغير فيقول يا بني أراني قد أتاني أبي إلى هذا الرجل وحذرني منه وإني أحذرك كما حذرني أبي أي أن واحد منهم يوصي الثاني أحدهم يوصي الثاني من أولاده ومن أحفادي أن لا تؤمنوا بنوح عليه السلام فكان إصرارا وعنادا عظيما من هؤلاء القوم الذين استمر نوح عليه السلام في دعوته لهم تسعمائة أو خمسين سنة يدعوهم إلى الله لكن كان هذا المبدأ أن أحدهم يوصي ابنه والابن يوصي ولده أنه لا تسمع لهذا الرجل فقد أوصاني أبي على أنه لا أسمع له قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم هنا كلما تدل على التكرار والكثرة أي أنه كثير أي أنه أنا مستمر على هذا يا رب ما قطعت الأمل وما قطعت الرجاء بك أن تغير قلوب هؤلاء القوم ولو شاء ربك لا هدى الناس جميعا ولكن هي حكمة الله في خلقه وحكمة الله فيما خلق من الناس فريق إلى الجنة وفريق إلى النار هكذا قدر الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني نوح عليه السلام استفرغ والله طلب منه الدعوة لقومه وهو يعلم من سيؤمن ومن لا يؤمن ولكن أن نوح عليه السلام كان من واجبه أن يستمر في الدعوة نعم قال وإني كلما دعوتهم لتغثر لهم أي أنه يا رب أنا ما تركت حالة وأنه مستمر على الدعوة دعواهم لتغثر لهم ربما البعض يقول أنه كيف يغثر لهم وهم لم يؤمنوا أصلا نعم نقول أيضا هنا بيّن نوح عليه السلام أنه في بداية قال أن عبدوا الله واتقوه وأطيعون هذه المقدمة ماذا يتوجب عليها يغفر لكم من ذنوبكم فالمغفرة هي كانت سبب من أسباب ماذا العبادة والإيمان والطاعة فسيكون نتيجة لهذه المقدمة للإيمان والطاعة والعبادة أنه يغفر لكم ذنوبكم قالوا هنا دعوتهم لتغفر لهم يا رب كلما دعوتهم لتغفر لهم ومنيتهم بالرحمة والمغفرة وسعة الرزق وغير ذلك إنما كان ردهم أنهم جعلوا أصابعهم في آذانهم قلنا نوح عليه السلام يعلم من قومي أنهم قوم يحبون الدنيا فسأل الله أنه من باب المساعدة له كما فعل نوح أنه عندما سأل الله سبحانه وتعالى قال ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم وكما أيضا سأل موسى عليه السلام أنه ينزل عليهم الجرادة والقنبلة والضفادع وغير ذلك من العذاب والسنين والقهط وكما دع النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة بسنين عجاف وهذا كله ما يفعله الأنبياء من باب الضغط على أقوامهم ليس للغرض من ذلك قضية منفعة شخصية حاش الأنبياء من ذلك إنما الغاية لأنهم لا يعلمون مصلحتهم فكأنهم يعني يضغطون عليهم ببعض المسائل لأنهم يعلمون أن هؤلاء القوم وهم أدرى بهم لأنهم يعني عاشروهم وهم أبنائهم يعلمون أن أقوامهم لن تأتي إلا بهذا الباب ولذلك يعني عندما منع أو دع النبي عليه الصلاة والسلام على أهل مكة بالجوع والشدة إنما الغرض ليس هو إلامهم وليس هو يعني أن يوقع عليهم العذاب إنما لتكون ورقة ضغط عليهم حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى كذلك ما فعله موسى وكذلك ما فعله نوح عليه السلام وإن لم يعني يظهر ذلك جليا في الآية أن نوح طلب منهم هذا الأمر ولكن يعني من يقرأ الآية ويتوقف ويستنبط منها الإشارات أنه قال يعني يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هذا دل على أنه ماذا ولحظوا ما قال يمددكم بأموال وأولاد قال بأموال وبنين والبنين أن يقصد بها الذكور وكأنه يعني حرموا الذكور من مواليدهم لذلك مناهم نوح عليه السلام بهذا الأمر بعد أن يعني قطع الله يعني أرحم نسائهم أن تلد أو منع الله أرحم نسائهم أن تلد الذكور فهذه يعني تعرف من الآية من خلال ما مناهم نوح ورغبهم به نعم وهذه أيضا من باب أنه حق للنبي الذي يدعو الله ويتعب مع القوم مع علم الله المسبق بمن يؤمن ولا يؤمن أنه يكون للنبي أيضا دعوة مستجابة فيهم نعم قالوا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعل الأصابع في الآذان واستغشاء الثياب حقيقة العلماء تكلموا فيها كلاما كثيرا أولا قالوا عن ابن عباس قالوا جعلوا أصابعهم في آذانهم أي أنهم جعلوا أناملهم في آذانهم من باب أنهم لا يسمعوا شيء من خطاب نوح عليه السلام واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا وجهه هذا يعني زيادة في الإنكار وفي القبح بعض مفسرين قالوا ربما تكون هذه عادة قوم نوح أنهم إذا أرادوا التعبير عن عدم الرضا بسماع الكلام أو رؤية الشخص يفعلون هذا أن يستغشي بوعظ ثيابه ويقول آلوسي قالوا واستغشوا ثيابهم أي كأنه طلبوا من ثيابهم أن تغشاهم زيادة في الإنكار على نوح عليه السلام ومنهم من قال على أنه الإشارة هنا جعلوا أصابعهم والأصابع حقيقة لا تدخلوا في الآذان إنما الذي يدخل الأنامل قال إنما أشار بالأصابع كاملة إنما أراد من ذلك شدة إعراضهم أنه في شدة الإعراض كأنهم من أراد أن يجعل جميع أصبعه في أذنه حتى لا يسمع شيء واستغشوا ثيابهم أي غطوا رؤوسهم حتى لا يروا نوح عليه السلام وإذا أيضا كلهم من قول عن السلف حقيقة يعني بعض الأقوال من قول عن السلف ومنهم من قال على أنه هذه يعني كناية عن تغيير أحوالهم مع نوح كما يقول لبس له ثوب العداوة فإنما استغشوا ثيابهم أي كأنه لبسوا لنوح أو عاملوا نوح معاملة شديدة غليظة فيها غلظة فيها شدة كأنه هذا المعنى نعم قال واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا أصروا واستكبروا الاستكبارا الإصرار هو العقد والعزم على الفعل شدة العقد والعزم على الفعل يسمى إصرار والإصرار في أصله لاحظوا احنا تكلمنا سابقا قلنا أن القرآن المرات يقف عند بعض الكلمات ويعطي لها أصولا يعني الأصل الذي نقلت منه العرب هذا المعنى قالوا الإصرار في أصله هو ما يفعله الحمر الوحش الحمار الوحشي عندما يريد التزاوج والسفاد فإنه يعني يركض ويعض البهيمة التي أمامه ويكدمها ويضربها حتى إرادة ماذا؟ إرادة الجماع هذا الإصرار منه يسمى ماذا؟ هذا الفعل عفوا منه يسمى إصرارا قال الإمام البقاعي قالوا وهذا وصف لإصرارهم أي أنهم كانوا مصرين على معاندة نوح عليه السلام كإصرار الحمار الوحشي في أن يكدم وأن يعني يعلو على البهيمة التي يريدها قال الطيبي في شرحه على الكشاف قال ولو لم يكن في الإصرار وصف سوء سوى أنه يعني تشبيه بفعل الحمار الذي غلبته شهوته فلا يرى شيء إلا ما يريده قال لكفاهم عارا بهذا قال الإمام بن عطية في المحرر الوجيس قال في تفسيره قال والإصرار غالبا ما يستعمل إلا في الأمور المذمومة لا يستعمل في الأمر الممدوح الإصرار لذلك هنا أصروا أي كأنهم كانوا أجلكم الله كالحمار الذي لا يرى شيئا إلا أن يريد أن يحقق شهوته ويحقق شهوتهم بالعناد بعناد نوح عليه السلام وبالابتعاد عن دعوته وبعدم الإيمان به هذا كله كان مخبأا في كلمة وأصروا وليس فقط هذا الإصرار وهو غالب الشهوة عليهم إنما واستكبروا استكبار واستكبروا استكبار أي أنه عادة يعني العربي يفهم عندما يؤكد الفعل بالمصدر يراد منه معنى أعظم بكثير من أنه لو أكد الفعل بغير مصدره لذلك الإمام الفراء عندما يقول في خول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما قال هنا إذا أكد الفعل بالمصدر أريد به الحقيقة أي أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا فتأكيد الفعل بالمصدر نلاحظ أن القرآن قد يؤكد الفعل بمصدره وقد يؤكد الفعل بغير مصدره ولكنه من لفظه يعني كما قال فتقبلها ربها بقبول حسن التقبل مصدره تقبلا والقبول قبولا ولكن قال تقبلها ربها بقبول حسن كما قال أيضا فتعالى الله عما يقولون علوا تعالى تعاليا وعلى علوا لكن القرآن ماذا قال قال تعالى الله علوا ما قال تعالى تعاليا هذا إذا يعني أكد المصدر بلفظه يعني أكد الفعل عفوا المصدر بلفظه لكنه من غير مصدره بلفظه من غير مصدره نعم كذا لكن هنا قال وأصروا واستكبروا استكبارا استكبر استكبارا جاء وهذا لبلوغ أو للإيصال معنى أنهم بالغوا وعاندوا واستكبروا استكبارا عظيما حتى أنه أكد الفعل بمصدره قال واستكبروا استكبارا هذا كله يدل على أن قوم نوح عليه السلام وصلوا الغاية في العناد ووصلوا إلى حد يعني لم يقبلوا فيه من نوح أي شيء وكأنه يعني تماسكوا وأصروا على عدم قبول دعوة نوح عليه السلام نعم ثم مع ذلك نوح عليه السلام لم يكن منه إلا أنه قال غير وخالف في أساليب الدعوة قال ثم إني دعوتهم جهارا أي أني يا رب دعوتهم جهارا وهنا دعوتهم جهارا ليس المقصود أنه يعني دعوتهم جهارا أنه دعاهم كلهم على طريق واحد لذلك نرى نوح عليه السلام أنه قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أي كأنه قسم بين الناس فإن كبراء القوم لا يحبون النصيحة أمام الناس لما يجدون في أنفسهم من الكبر وما يجدون في أنفسهم من العظمة فإنهم لا يحبون أن ينصحوا أمام الناس لذلك قسم نوح عليه السلام وغير من أساليب دعوته بين الليل والنهار لمن يزوره ليلا لمن يخشى ويعلم منه الضعف والخوف أنه لو كلمه علنا وكلمه نهارا ربما يخشى من قومه لو مال إلى نوح فكان يأتيهم ليلا ويأتيهم سرا ويأتيهم علانية ويدعوهم جهارا في مجالسهم إن رأى تجمع وإن رأى جمع فيهم جهر بصوته وكلمهم جهارا وكلمهم علنا على أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى قال ثم إني دعوتهم جهارا ولاحظوا بين الكلام بين قول الله عن نوح عليه السلام قال وإني كلما دعوتهم هذه كلما التي أفادت التكرار في الدعوة وبين كلمة ثم قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا هذه ثم تدل على ثبات نوح عليه السلام في فترة زمنية لا يستهان بها وأنه كان كل أسلوب من أساليب الدعوة يعطي حقه من الوقت لعله يكون ناجعا معهم ويكون نافعا معهم وهذا كله من عظمة يعني دعوة نوح عليه السلام أنه صبر مع قومه هذا الصبر العظيم في هذه السنوات الطوال قال ثم إني دعوتهم جهارا والجهر هو الإعلان والظهور والوضوح أي أنه أعلنت دعوتهم دعوة ظاهرة ولاحظوا هنا قال دعوتهم جهارا قال بعض أهل التفسير والجهار هنا نصب على المصدر على من قال بذلك أو قيل مفهور ثاني أو قيل غير ذلك لكن الشاهد هنا أين أنه قال دعوتهم جهارا أنه الدعوة جاءت مؤكدة بمصدر آخر ولكنه قريب من ماذا قريب من معناها يعني ليس من لفظها إنما قريب من معناها قال إني دعوتهم جهارا يعني لاحظوا مثل ما قال والنازعات غرقا ما قال والنازعات نزعة قال والنازعات غرقا نعم فجاء التأكيد الفعل بمصدر آخر نعم قال إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أي أنه يا رب رغم أني دعوتهم جهارة وتخيرت المواطن التي أدعوهم بها في حالة أن تجمعوا في مكان أو جلسوا في مكان أدعوهم وأخشاهم في مجالسهم وأدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى جهارة ومع ذلك إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارة قال مجاهد ربما بعضكم سيقول أليس الجهر هو إعلان الفرق بين الجهر والإعلان فرق كبير لكن سأذكر قول لمجاهد فقط قال أعلنت أي صحت بهم وهذا ما ذكره الطبري قال أعلنت أي ثم إني أعلنت لهم أي صحت بهم يعني كأن الإعلان الجهار هو إظهار الدعوة والإعلان هو الصياح والمبالغة في رفع الصوت في وصول الدعوة وكأنه علم أن هناك من الناس ولاحظوا هذه حتى في إشارات إلى أحوال الناس وأن هناك من الناس من يخاف حتى إذا أردت أن تقول له أمرا فإذا رفعت الصوت وكلمته بشدة ربما يقع ذلك في قلبي أكثر من أنك لو كلمته كلاما عاديا قال ثم إني أعلنت لهم أي صحت بهم كما قال مجاهد وأسررت لهم إسرارة وأخفيت الكلام إخفاءا لهم وأنا قال أسررت إسرارة لاحظوا تأكيد الأفعال والمصادر جدا جميل في قضية أنه يعني اختيار اختيار أو المعاني المرادة من هذه الأفعال والمصادر قال وأسررت لهم إسرارة أي هناك من الناس من كنت أذهب إليه وسره بالقول وأخفي القول أمام الناس رغبة في إطماعه في الدخول في هذا الدين ولاحظوا هذا الجهد العظيم الذي كان يبدله نوح عليه السلام طوال هذه السنوات الطويلة التي ما كان يعني يرتاح فيها نوح عليه السلام من الدعوة كان يضرب حتى يحمل فيلقى في داره فإذا يعني أفاق من هذا الضرب ومن هذا الإيذاء قام فرجع إلى قومه يدعوهم مما ذكره من غرائب ما ذكر في التفسير ذكره الكلماني في عجائب التأويل وغرائب التفسير وذا قولنا نذكره فقط للعجائب والغرائب يعني كما قال قالوا أنه نوح عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى أن يخفيه عن قومه أنه يسمعون صوته ولا يرونه حتى يعني يأتيهم في كل وقت في الدعوة ويعني يخلص من هذا الإيذاء هذا قول موجود ذكره الكلماني في العجائب ولكنه حقيقة يعني ليس قولا معتبرا أنا ذكرته فقط لأنه ربما بعض الأخوة يعني اطلع على بعض التفسير وقرأ شيء من ذلك حتى نقول له ما هو الراجح وما هو المرجوح نعم قال ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا وأخفيت لهم إخفاءا ومنيتهم أماني كثيرا في عطاء الله وفي من الله وفي رحمة الله وذاك إنما جاء بعد أن يعني شد عليهم شدد الله عليهم في القحط والجوع وقلة الأمطار وقلة المياه ثم جاءت دعوة نوح مع هذا الضغط الذي كانوا يعانونه ولكن انظروا إلى عناد القوم رغم كل هذا الذي وقع عليهم ومع ذلك بقوا مصرين مستكبرين معلنين إنكارهم لدعوة نوح عليه السلام وهذا يعني من الكبر العظيم الذي كان فيهم قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفروا ربكم إنه كان غفارا ولاحظوا الآية السورة مبنية على المغفرة لأنه ابتداء لا يمكن أنه يأتي الإنسان إلى الإيمان ويقبل الإنسان إلى الإيمان ما لم يتنازل أو يتخلص من ذنوبه ويتخلص من سيئاته فقضية غفران الذنوب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أنه أمر لا بد منه لمن أراد أن يحظى وأن يحصل على رحمة الله ونعمة الله ويحصل على الجنة ويحصل على وعد الله سبحانه وتعالى في الخير فيها ولاحظونا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أي أنه كما قال بعض أهل التفسير أي كأنه إنه كان غفارا أي أن الله من سنته ومن فضله إنه أنه يغفر الذنوب جميعا يغفر لمن استغفره ولمن عاد إليه فلا تستعظموا وكأن بعض القوم يعني وقع في خلدي نوح عليه السلام أنه ربما بعض القوم يقول أنا يعني كان لي كفر بالله بهذا الإله الذي يدعون إليه نوح منذ خمسمائة سنة أو سبعمائة سنة أو أكثر كيف لي أن أرجع إلى هذا الإله وقد فعلت كل هذه الأفاعيل فمع ذلك نوح عليه السلام أيضا طمعهم بجانب آخر من جوانب الدعوة أن الله ذو مغفر عظيم وأن الله لا يأبه بذلك وأن الله لا يصعب عليه أن يغفر لك وإن كان ذنوبك تبلغ عنان السماء كما قال عبدي لو جئتني بقرابة الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي وكأن نوح عليه السلام هنا يقول أن الله هو غفار هذه صفة له هذه من عادته مع خلقه لمن أراد الرجوع إليه فإنه يغفر الذنوب جميعا وأنه لا يستعظم لكم ذنب إن رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى وطلبتم منه المغفرة قال فقلت استغفروا ربكم أي ارجعوا إلى الله رجوعا حقيقيا و لاحظوا هنا ما قال استغفروا الله قال استغفروا ربكم أي أن هذا الخير الذي أنتم فيه هو من الرب الذي أنتم عصيتموه فأنتم الأولى أن ترجعوا إلى ربكم خالقكم المربي لكم بالنعم والمعطي لكم لهذه الهدايا وهذه الرحمة العظيمة من الطعام والشراب والنعمة الصحة والقوة وإمداد العمر وهذا كله من نعم الله عليكم إنه كان غفارا أي أن الله من صفته أنه غفار أنه لا يبقي ذنب على العبد إذا جاء العبد تائبا جاء العبد منيبا إليه راجعا إليه فهو غفار يسر جميع الذنوب ثم بيّن لهم نوح عليه السلام ماذا سيكون من أجل هذه المغفرة سيكون من أجل هذه المغفرة خيرات كثيرة ونعم كثيرة ذكرها فيه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذه كلها ستكون النعم وهذه العطايا وهذا الانفراج في الرزق وفي الخير وفي الحياة جزاء ماذا؟ جزاء أن تستغفروا الله استغفارا حقيقيا وترجعوا إلى الله رجوعا حقيقيا وسنكمل إن شاء الله ماذا من نوح عليه السلام من قومه بالنعم العظيمة التي سيعطيها الله سبحانه وتعالى للقوم إن آمنوا به وإن استغفروه هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة بعون الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته